اشترفنا الآن زميل العزيز ومحل الأرقام محمد البازي مسأل خير يا محمد مسأل خير يا كابتن أيمان منوارنا حضرتك نور حضرتك أرقام بتقول إيه بقى قبل ماتش النهار يعني الأرقام بتقول إنه إحنا الأعظم الأهل الأعظم بالأرقام بتدي الأفضلية للنادي الأهلي في كل مشواره حتى الموسم ده على الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريكي أرقام بتورينا الشراسة الهجومية عند الأهلي فرص بالجملة تسديدات على المرمى أرقام فعلا خارقة أرقام فعلا مرعبة بس بنقف عند بعض الحاجات الوراء الأرقام دي طبعا للتحسين والتصليح والأداء أفضل للفترة القادمة إحنا بنادي الأهلي أقوى فريق من التسديدات على المرمى أقوى فريق في صناعة الكرصات في الركنيات أعلى أرقام شفناها أفضل أرقام في الفرص الفرص المحققة في عالم الصعيد المحلي وعلى الصعيد الأفريكي بكل تأكيد الأهلي هو الأقوى والأشرص هجوميا نقيصنا بس ترجمة معظم الفرص دي الأهداف واستغلال كل الفرص المحققة اللي ضعت مننا الفترة اللي فاته عايزين نبدأ كده كابتن أيمن بمشوار النادي الأهلي ونشوف كان مقارنة رقمية ما بين الأهلي وما بين شباب الأزداد علشان نعرض قوة الفريقين وشباب الأزداد عنده نقاط قوة أكيد ونقاط ضعف حتبين لنا الأرقام النهاردة الفريقين ماشيين إزاي بالنسبة للنادي الأهلي عندنا مقارنة كده نقدر نستعرضها نبدأ بيها كابتن أيمن الأهلي وشباب الأزداد في حتى في المجموعات حتى الآن نحن عارفين كل فريق لعب مباريتين كانت أرقام بتدي أفضلية شوية طبعا للنادي الأهلي من ناحية الهجومية حتى من ناحية الدفعية الدفعية بشكل كبير جدا عايزين نحط شباب الأزداد حتى في المباريتين اللي تلاعبوا يعني نحن نتكلم نحن لعبنا مباريتين حتى شباب الأزداد إحنا عارفين الشباب بلوز داد خسر طبعا من ميدياما الماتش الأخير 2-1 وفاز طبعا على يانج أفريكنز 3-0 ودي كانت الأرقام بها بتقول حاجة تانية في المباراة دي زي ما استعرضنا قبل كده الأهلي طبعا إحنا عارفين المشوار طبعا إحنا فوزنا على ميدياما 3 وطبعا اتعادلنا مع يانج أفريكنز 1-1 الفوز مباراة للأهلي وطبعا ما فيش خسارة الحمد لله تعادل المباراة واحدة بتدينا الأفضلية في النقاط أربع نقاط وتصدر المجموعة الشباب بلوز داد ثلاث نقاط من الاتنين من طبعا من واحد فوز واحد خسارة هنا الأهداف احنا أحرزنا أربع أهداف وإحنا اعتبر من أقوى خط هجوم حتى الآن في دول المجموعات بالتساومة على شباب بلوز داد ولكن هنا بقى نقف الفرص والأهداف الـ XG عند النادي الأهلي الـ XG عند النادي الأهلي من وقع الفرص والكوالة التزديدات على المرمى كابتنام يقولين لا احنا كان ممكن نصل لست أهداف مش أربع أهداف فقط أما شباب بلوز داد عمل أوراتشيفين جاب أربع أهداف ولكن من واقع المفروض هدفين ده الـ XG الحقيقي لأن احنا من الفرص الكبيرة المحققة 11 فرصة ضيعنا منهم سبع أهداف يعني سبع أهداف محققين وجبنا طبعا أربع أهداف بالنسبة بالفرص الكبيرة المحققة زي ما يقولوا الـ Big Chance عند بلوز داد هما ثلاثة فقط يعني ده بتقولك أن الأهل طبعا متفوق بشكل كبير جدا حتى الفرص الضائعة اللي هم خلاص مواجهة المرمى وأن هو كان ممكن يحرزها بالنسبة لبلوز داد زيرو الاستحواز الأهل بيعتبر أو تاني أو أفضل تالت فريق في دور المجموعات في الاستحواز بـ 63% يعني ما يقرر 64% ده على الصعيد الأفريكي حتى الآن حتى على الصعيد المحلي احنا طبعا من أفضل الفرق تاني أفضل فريق في الاستحواز بالنسبة لبلوز داد بقى 41% من وقع الإجمال المباراة اللي عبوها في المشوار الأفريكي ده بالنسبة نكمل برضو المقارنة الرقمية التمريرات بالمباراة بالمباراة الواحدة كابتن نايمن احنا بنصل لربعمائة تمريرة وده بيقولك مدى الكوالت اللي عابين عندنا في الشورت باصس وأن هما بيقدر يمرروا ويعملوا البلد أب بشكل صحيح ونصل للمرمى بشكل صحيح على العكس من بلوز داد ما عندهمش الاستحواز الكبير 40% فبالتالي هتلاقي عدد التمريرات عندهم قليلة جدا مقارنة بفريقنا التمريرات الطويلة احنا الفترة الأخيرة في آخر 3-4 مباريات عملنا لونج بول بشكل كتير فده واضح البلوز داد ما بتعملش اللونج بول بشكل كبير عملوا 22 بالمباراة الوحيدة بالنسبة لنادي الأهل 28 تمريرة طولية التزديدات بقى بالمرمى وهنا بقى الرقم اللي احنا عايزين نقف عليه احنا في المباراة الوحيدة بنصل لعشرين تزديدة على المرمى منهم تسعة عن تلات خشبات ناحية التانية بلوز داد هم تمانية فقط شوف احنا عشرين هم تمانية حتى احنا طبعا لو تكلمنا على صعيد الدورة المحلي احنا عندنا تزديدات كابتن ايمن في الست مباراة وصلنا 16 تزديدة في المباراة يعني احنا منهم خمسة عن تارجت دي تزديداتنا واستحوازنا وفرصنا الركنيات زي ما كنا بنقول تمانية في المباراة يعني احنا بالوقت ده متوسط طبعا بالمباراة الوحيدة تمانية احنا عارفين النادي الاهلي طبعا وصل لتمانية واربعين ركنية في الدوري المصر من ستة لقاءات هنا في المباراتين بنصل تقريبا لستاشر ركنية في المباراتين اجمالي يعني اما بلوز داد هم تلاتة فقط في المباراة يعني اجمالي ست ركنيات وده رقم مقارنة بالاهلي مش كبير طبعا احنا اضعاف الفولات والاخطاء وهنا بقى عايز اقف شوية احنا يعني هو المفروض الرقم ده معكوس يعني احنا العكس يا شباب يعني احنا تلاتة وعشرين عند بلوز داد ليه بقى الفريق بلوز داد من اكتر الفرق اللي خدت انزارات فيه من شوار الافريكا حتى الان تسع انزارات صفرة وعندهم دلوقتي بنتكلم على فولات تسببه او فولات ما يصل لاربعة وعشرين فاول عايز اقول لحضرتك ان هم اكتر فريق بيعمل تاكلين في المباراة الوحيد بالنسبة للتاكلين والالتحمات عندهم ممكن عارفين احنا طبعا الفرق الشمال افريكا وبلوز داد بالزاد في الناحية الفريق الجزائري اوما الشباب زبطوها فبالتالي بيسببوا في انزارات كتيرة جدا عايزين ناخد بالنا من الحاجات داد ممكن نستغلها طبعا بشكل ايجابي ده بالنسبة لمشوار طبعا بالنسبة للاهلي وبلوز داد المقارنة الرقمية اللي شفناها بالنسبة للتمرارات تزديدات الافضلية دايما الارقام بتقول للنادي الاهلي من ناحية الهجومية استقبلنا طبعا عدد الهداف الحمدلله حتى على صعيد المحلي والصعيد الافريقي احنا بس منواقع الارقام في الفترة الاخيرة في اخر خمس مبارات للنادي الاهلي الفرق المنافسة وصلت عندنا سددت على المرمى الاهلي ولكن التزديدات ما كانتش خطيرة او بتهدد مرمى النادي الاهلي بشكل كبير جدا ده بالنسبة للمقارنة بين الاهلي وشباب بلوز داد قبل ما خش احنا ممكن نتكلم على احصائية مباراة ميدياما الاخيرة شباب بلوز داد وميدياما ومن هذه المباراة ننطلق علشان نوري الناحية الفرنية هتكون ماشية ازاي وقوة بلوز داد فيه المباراة طبعا بالنسبة للإحصائية كانت بتقول لنا ارقام شوية يعني غريبة جدا هناخد منها يعني حاجات بسيطة جدا شباب بلوز داد وميدياما احنا عارفين ان ميدياما فازت 2-1 على شباب بلوز داد كان برضو الفاولات بقى هنا 34 فاول تسببوا عشان كنا بقول لحضرتك هنا الفاولات كبيرة جدا في مباراة واحدة بس وصل 34 الركنيات ميدياما كانت عامل ركنيات بشكل غزير جدا عليهم هم اتنين ركنية فقط هنا بنتكلم عن ميدياما احنا فوزنا عليهم وعارفين نقاط القوة وضعف عليهم فارقام بتقول لنا ان احنا ان شاء الله عندنا افضلية بشكل كبير جدا على شباب بلوز داد حتى التسلل حتى لو نكمل ناحية الفرص ناخد بس يعني نقطتين انقام كان ونبص عليهم لو حتى في فرص حتى 12 لميدياما عندهم حتى كابتنايما ان الفرص ما كانتش اعلى حاجة حتى الاستحواز بالنسبة كان الافضلية لميدياما وبالنسبة للنادي الاهلي لاستحواز والارقام والفرص في شكل كبير جدا لو عندنا وقت ممكن نستعرض تشكيلة بلوز داد واختر لعبين عندهم لو ما عندناش وقت نكتفي بال بال ممكن سريعا نتكلم فيها المددية مثلا معنا تشكيلة شباب بلوز داد الدائما نسبتة بالعب 4-3-3 عايزين نقف بقى هنا شواء دي 4-3-3 ودي اللي لعبوا بيها قدام ميدياما في المباراة الاخيرة انا عايز اقف هنا على بعض اللاعبين يعني احنا عايزين نتكلم على الرقم 22 طبعا اللي هو بالخطر اللاعب ده من افضل اللاعبين اللي بتعمل كروسات على فكرة الفريد ده بلعب كروسات شكل كبير جدا وكلهم من ناحية اليمين يعني انا عايز اقول لحضرتك انه هما لعب 24 او سوري 34 عرضية في الدوري المحالي في الدوري الجزائري منهم 22 من ناحية اليمين في الفصائل الافريكي 18 منهم 10 من ناحية اليمين فدائما كده هدي شكل الكروسات برضو سريعا كده بتقولك بعض الكروسات كانت من ناحية اليمين المربع البيضة ده كابتن ايمانت بتورينا ان هما بيعملوا كروسات نجاحة بشكل كبير جدا من ناحية اليمين بالاخص من عند اللاعب المفتاح الرايت الوينج والباك نتمنى ان شاء الله ان شاء الله نستغلي دواتلي صالح النهاردة وان شاء الله الارقام كلها تكون في صالحنا بإذن الله بما في يوم المكسب ونتمنى كمان اداء كويس بإذن الله بإذن الله كل التوفي ان شاء الله الفلتنا بإذن الله شكرا جزيلا يا محمد وليان القاء مرة اخرى بإذن الله رب العالمين